تواصل مدينة شرمي الشيخ استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كوب 27 للمزيد ينضم إلينا من هناك من مدينة السلام مراسل التلفزيون المصري رامي محمد رامي بعد التحية أطلعنا على آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ كوب 27 تحياتي لك ولكل متابعين من مدينة شرمي الشيخ مدينة السلام والأمل نستطيع أن نقول أن هذه المدينة تتأهب بكامل قطعاتها وأجهزتها لانطلاق فعليات مؤتمر المناخ كوب 27 لو تحدثنا عن عدد كبير من المشاريع ما لا يقل عن 30 مشروع هنا في مدينة شرم الشيخ وأكثر للاستعداد لمؤتمر المناخ لو تحدثنا عن المشاريع الخاصة بالقطاع التحول للمدينة الخضراء أو أيضا مشروعات صديقة للبيئة تحدثنا أيضا عن مشروعات إنشاء جديدة مشروعات رفع كفاءة وتطوير العديد والعديد من المشروعات على رأسها اليوم بدء دخول في نطاق العمل مجموعة من الحافلات البيئية الخاصة بمنظومة النظافة والتجميل دخلت في نطاق العمل هنا في مدينة شرم الشيخ هذه الحافلات المزودة بالطاقة النظيفة وأيضا الصديقة للبيئة والخضراء تعمل على فصل المخلفات من منبعها وخاصة المخلفات الصلبة ونتحدث أيضا عن إعادة التدوير وتحويل هذه النفايات والمخلفات هذا في قطاع النظافة والتجميل لكن لو تحدثنا عن قطاع التحول إلى الأخضر أو أيضا التحول إلى مشروعات صديقة البيئة خاصة بيئة الحافلات فهناك ما لا يقل عن 260 حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية وأيضا الغاز صديقة للبيئة تجوب في شوارع مدينة شرم الشيخ ودخلت بالفعل في نطاق العمل ولو تحدثنا أيضا ونحن نتحدث عن الحافلات هناك ما لا يقل عن 800 تاكسي أخضر بمدينة شرم الشيخ جاهزون للانطلاق في فعليات مؤتمر المناخ أيضا ونحن نتحول إلى مدينة خضراء نتحدث عن تحويل كبير لأكثر من ثماني محطات وقود إلى العمل وفقا للوقود النظيف والطاقة النظيفة سواء الكهرباء أو التمويل بالغاز نتحدث أيضا عن عدد من المشروعات التي تعمل في نطاق تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء هناك أيضا أكبر محطة طاقة شمسية هنا على مساحة 250 ألف متر بمدينة شرم الشيخ وهي أكبر محطة على مستوى محافظة جنوب سيناء لو تحدثنا أيضا عن إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ على مساحة 20 ألف متر هذا المجلس الذي يعد ليكون واجهة كبيرة لمدينة شرم الشيخ أيضا ونحن نتحدث عن المشروعات الخضراء هناك أيضا الحديقة المركزية هذه الحديقة أيضا التي تمتاز بأنها ستكون في استقبال كافة الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ أيضا ونحن نتحدث عن الحديقة المركزية والحديقة الخضراء نتحدث عن المتحف السلام والبيئة نتحدث رامي عن مدينة تتحول إلى مدينة خضراء بكافة المقييس العالمية يعني حدثني عن الاستعدادات الخاصة أيضا في مدينة شرم الشيخ لاستقبال الضيوف الذين سيبدأون في التوافد خلال الأيام المقبلة إذا انتقلنا للحديث عن استقبال الوفود والضيوف وما لا يقل عن 30 ألف مشارك في مؤتمر المناخ كوب 27 نتحدث عن تطوير ورفع كفاءة لما لا يقل عن 15 ميدانا ورفع كفاءة لعدد كبير من المحاور والطرق سواء الجديدة أو القديمة أيضا البوابات المؤدية إلى المحاور مطار شرم الشيخ وأيضا البوابات القادمة من مطار شرم الشيخ في استقبال الوفود هناك العديد والعديد من رفع الكفاءات والمساحات الخضراء والإنارة ووضع اللمسات الأخيرة لهذه البوابات التي سوف تستقبل الوفود ولو تحدثنا أيضا عن المنطقة الخضراء وأيضا المنطقة الزرقاء المنطقة الخضراء التي سوف يكون فيها الفعاليات الموازية للفعاليات الرسمية التي سوف تقام في المنطقة الزرقاء هنا في مدينة شرم الشيخ بالفعل العمل هنا في كافة المنتجعات أيضا لو تحدثنا عن كافة المنتجعات والمنشآت الفندقية التي سوف تستقبل الوفود والتي استعدت وبالفعل بكافة قطعتها وبكافة أجهزتها استعدت لاستقبال الوفود وهناك أيضا الجديد هو تحول هذه المنشآت إلى منشآت خضراء بالفعل عدد كبير من الأماكن الفندقية حصل إذن الاستعدادات تجري على قدم وصاقة لديك رامي أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الوافية من شرم الشيخ كان معنا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد